اشتركوا في القناة في الموضوع ونقسموا مع بعض ارحب حازم مساء الخير يا حازم مساء الخير عليك يا صارة مساء الخير على كل مشاهدين مشاهدين برنامج كلام كبار فعلا يا صارة موضوع الموازنة ده موضوع صعب جدا وازن ان كل ام واب بيواجهوا صعوبة جدا في الموضوع ده وازنت من اكتر الصعوبات اللي بيواجهوها عشان كده حبينا النهاردة نتكلم في الموضوع ده بس خلويني الاول اقولكو على سؤال دايما بيتسئل للاهالي اللي هو يعني ازاي نقدر ان احنا نحافظ على قربنا من ولادنا ونربيهم تربية صحة ونبقى فيه نوع من انواع الرقاب عليهم نعرفهم ما بيعملوا ايه صح وبيعملوا ايه غلط وفي نفس الوقت ما نحسسهمش ان احنا مسيطرين على حياتهم بشكل فضيع ويبقى فيه نوع من انواع ان احنا نحترم خصوصيتهم ومساحتهم الشخصية بالذات في الفترة دي بعد انتشار الموبايل والانترنت بدأ خوف الاهالي وقلقهم على ولادهم يزيد جدا عشان كده هم مش عارفين ان يعملوا ايه ومحترين ازاي حققوا الموازنة ما بين ان هم يعملوا رقاب على ولادهم وانه هم يعني ما يبقاش فيه عنف او تحكم او تدخل في قراراته عشان كده حبينا النهاردة نتكلم في الموضوع نقشه معاكو ونطرح اساليب التربية السليمة الحديثة وعشان كده هنقسم الحلقة دي لاجزاء كتيرة كل جزء بيتكلم على المرحلة عمرية وازاي نتعامل مع المرحلة العمرية دي ابتداء من ساعة ما الطفل بتولد لحد ما بيوصل لسن الرشد واحيانا كمان بعد ما بيوصل لسن الرشد وفي ناس كتيرة قوي بتسأل ازاي الطفل يكون لسه مولود وليه مساحة شخصية وليه خصوصية لازم نحترمها طبعا هو ما بيبقاش ليه خصوصية في التعامل مع الناس اللي حواليه في الكلام لانه بيبقى لسن مولود ولكن بيبقى ليه نوع خصوصية مهمة جدا خصوصية في جسده عشان كده بنشوف فيه اهالي كتيرة جدا اول ما الطفل بتولد بينهم بيبقوا حابينه وفرحانين جدا بولادة الطفل فبيعودوا يبسوه كتير جدا عشان يعبروا عن سعادتهم وحبهم ده بس احيانا البوصل كتير ده بيقدي الامراض جلدية كتير وبيقدي كمان لانتقال ميكروبات وجرسيم للبيبي ده وده نوع من انواع انتهاك الخصوصية الجسدية للبيبي اللي لسه مولود وكمان الاهالي اللي بيصوروا ولادهم كنوع من انواع الهزار والضحك من غير ملابس ونوع نفرجها لبعض وليصحاب ده بيكون بنية عادية جدا نحن فرحانين ان فيه بيبي جديد لسه مولود ولكن علميا ده انتهاك الخصوصية جسمه وفيه اطفال كتير لما بتجبر بتتدايق اول نحن نستخدمهم في اعلانات حفاظات او اعلانات اي حاجة تانية ده برضو انتهاك جسدي وفيه كمان بعض الاهالي في اماكن كتيرة بسبب المعتقدات او ايا كان بيعملوا وشوم على جسم اطفالهم وده اخطر نوع من انواع الانتهاكات الجسدية ولكن المرحلة اللي اخطر اللي بعد كده مرحلة الاطفال من اول ما بيبتدوا سن المدرسة بالضبط بالذات الالعاب اللي بيبقوا ويلعبوها والكرتون اللي بيتفرجوا عليه فيه علعاب دلوقت يا جماعة بتستهدف الاطفال بشكل كبير جدا بتتكون مراحل كتير جدا بيبقى دايما نهايتها الموت والانتحار ده غير بقى الكارتون وغير الفيديوهات اللي بتبقى على السوشيال ميديا وبيبقى فيها دايما اسلوب عنيف بيبقى فيها الفاظ مش كويسة بيبقى فيها سلكيات مش كويسة فاظن لو الاهل مش منتبهين لده مش منتبهين مع ولادهم لده اكيد بيحصل وبيقصر عليهم مشاكل كبيرة جدا وعشان كده دايما عايزين يبقى فيه دايما ركابة على الولاد بس بشكل ما يبقاش فيه تحكم او يبقى فيه عنف احنا ما عندناش خبرة كبيرة اوي في التربية طبعا ولكن احنا حاولنا نستند لدراسات كتيرة والكلام ده كترة نفسيين وستشاريين وسريين نعرف منهم ازاي بيتم التعامل مع المرحلة داي ففيه من ضمن الاساليب كويسة جدا ان انت بدل ما تحاول تاخد الموضوع بقافش قوي وتشوف الطفلك بتفرج على ايه بشكل سيريس جدا ممكن تتنقل عالمه وتبدأ تتكلم معاه وتعرض عليه ان انت تتفرج معاه على الكرتون اللي هو بيشوفه او تلعب معاه اللعبة دي في اللحظة دي الطفل بيفرح جدا وبيحس ان انت عايش معاه في العالم بتاعه فبيبدأ بمنتهى الشغف والحماس يفرجك على الكرتون يوريك ويعلمك اللعبة بتتلعب ازاي خطوة بخطوة فبيبقى عندك خلفية كاملة عن اللي هو بيعمله في اوقات فرغه وفي اللحظة دي ممكن ساعتها بقى تبدأ تعقب وتقول له مثلا لو كرتون فيه عنف هو ليه بيدرب صاحبه ومش دي حاجة مش كويسة طب لو حد عمل معاك كده في الحضانة هتتدايق ولا هتتصرف ازاي وتبدأ تسمع هو بيفكر ازاي وتبدأ تديله طرق جديدة ان هو يتعامل مع صحابه وهنا بتبدأ الرقابة كويسة يعني انتي تقصدي مثلا ان احنا بدل ما يلغيله الحاجة اللي هو بيشوفها او بيتفرج عليها ونمنعه عنها لا دا احنا نبدل هالو بحاجة تانية تكون حبيبها برضو فبكده ما يحسش الناص وحاجة بالضبط ما وضع التبديل ده مهم جدا وفكرة ان انا بدل ما امنعك من الحاجة مرة واحدة ابدأ اسحابها منك واحدة واحدة وديك مكانها كرتون تاني يعني هو دلوقتي متعود على كرتون بيتفرج عليه على طول ما ينفعش مرة واحدة اقوله ما فيش كرتون تاني هو اصلا مش هيفهم السبب كويس بس ممكن اعرض عليه كرتون تاني وقوله لو بحبه قوي تعالى نتفرج عليه مع بعض ويبدأ واحدة واحدة يتشغل فيه وفي كرتون تاني وثالث لحد ما يبدأ ينسى القذيب بالذات اني فيه دراسات كتير اسبحت دلوقتي في الفترة دي ان ردود افعال الاهالي لما بتتاخد من غير شرح او تفسير للي هم يعني الردد الفعل دي بيبدأ الاولاد يحصل عندهم نوع من انواع الكبت وبيأثر في شخصيتهم بشكل كبير فانا يشايف انه طبقا للدراسات دي لازم يا جماعة يقفي شرح وتفسير لكل حاجة بنعملها معاهم تعالى انت سيب الموبايل سيبه دالي يعني اللي عملته دا كان غلط لازم افهمه ازاي ليه دا كان غلط بس فيعني خاصة ان كل الجيل بيختلف عن الجيل اللي قابله والجيل الحالي ده بالذات للاطفال بيسألوا على كل حاجة وبيبوا عايدين يعرفوا سبب كل حاجة ما عندهمش فكرة ان احنا هنسلم بمسلمات كده لمجرد ان اهلنا قالوا عليها ان هي صح لا بيبوا عايدين يقتنعوا بعد ما يقتنعوا يبدأوا يطبقوا الحاجة اللي احنا بنقول عليها عارفة المشكلة بتبدأ بقى تكبر يسارة من لما يبدأوا يروحوا المدرسة ويبقى اليهم عالم خاص بيهم ويكونوا صداقات وعلاقات ويبقى بينهم احاديث سرية كتير اظن ان الركابة في الوقت ده بيبدأ يجي من الاهالي لما يبدأوا يطلبوا المدرسين ان هما يكلموا ان هما يرقبوا الولاد ويكلموا الولاد يعني يكلموا البيت لو فيه اي تصرف غلط حصل ينقل لهم كل تفاصيل الطفل واظن اللي هما لما بيعملوا كده ده بيبقى اسلوب خطأ جدا وبيستخدموه بطريقة مش كويسة يعني فيه بعض الاهالي بيهددوا الولاد ان هو لو عملتش الحاجة الفلانية انا هكلم واما اقولها في التليفون او مثلا يعني لو ما عملتش كده وفيه كمان بعض المدرسين بيمثلوا فعلا ان هما بيكلموا الاهل في البيت ويخوفوا الاولاد ويرهبوهم انا شايفي جماعة ان اي حاجة غير التهديد لان التهديد ده بيخلق عندهم خوف ورعب وبيبدأ يبطل بدل ما يبطل فعل الغلط عشان هو غلط بيبطلوه علشان خايف ان حد يعرف بالرغم ان هما ممكن يتواصلوا مع المدرسين بشكل صح ويعرفوا برضو النشاطات اللي بيعملوها في اليوم ايه ومين صحابهم وبيتكلموا ازاي بس بنوع من انواع ان احنا بنعمل كده مع المدرسين من غير ما نحسس الطفل ان انت دايما متسلط عليك الدوق ودايما هنعرف كل حاجة عندك تعرف يا حازم انا وانا صغيرة كان عندي مدرسة والموضوع ده لحد النهاردة فاكرا ومؤثر فيها انها كانت تتعامل معي بطريقة غلط جدا انا وانا صغيرة مكنت بحب اكل كثير فهي كانت بتقول لي لو ما كملتيش اكلك او لو ما خلصتيكوش انا هتصل بماما وبابا واقولهم وكانت بتتعامل معي باسلوب ان هي دايما مرقباني فكنت اشوف اي وقت هيا مش موجودة فيه واروح ااخد السندوتشات اوديها اي حتة بعيدة وقولها انا خلصت يعني وريني بقى انا مخلصتش ازاي السندوتشات فطبعا كنت بكرهها جدا وفضلت متعقدة ونقلت من المدرسة بسببها موضوع بيوصل مع الاطفال في السن ده لزعر فظيع ده حقيقي مع انها كانت ممكن مثلا تقولك يعني لو خلصتي السندوتشات بتاعتك انا هكافئك مكافئة معينة او مثلا تسألك انت بتحبي تاكل ايه وتكلم معه في التليفون مثلا تقولها اي حاجة يا جماعة غير ان هي تروح تقول لا ده انا هقول للبيت كذا ده انا هعمل كذا لان الولاد لما بيتصلت عليهم الضوء ويحس ان تصرفاتهم مترقبة بيبدأوا يحس انهم عاملين حاجة غلط وهم ممكن ما يكونواش عاملين اي حاجة غلط بزبط الموضوع بيكون بسيط جدا تصرف عادي جدا عملوه بدون قص وممكن يكون تصرف غلط بس النسبة بسيطة هم دول برضو اطفال مش كبار ومش مدركين الصحة من الغلط فلازم ما نتعامل مع حاجة زي دي نتعامل معاها واحنا مقدارين المرحلة العمرية اللي هما بيمروا بيها ومقدارين ان كل الاطفال بلا استثناء بيحسوا دايما ان هما لازم يبقوا مبينين سخصيتهم للناس الكبار وما يتعاملوش على انهم اطفال عارفة يا صغيرة جملة العصفورة اللي كانت دايما بتقلنا كلنا ان دي العصفورة قالت لي كلنا كنا عايزين نعرف مين هي العصفورة دي وكانت بتقلنا ليه وبتعرف منين اصلا الموضوع ده كان محيرنا كلنا تقريبا بالزبط وعشان كده في ناس كتيرة قوي فكرت وقدت اساليب جديدة ان هما يتعاملوا مع ولدهم بشكل جديد وان هما يفهموهم سبب كل حاجة ما ينفعش نبدأ نقولهم خرافات هما مش مصدقينها ونستخفى بعقلهم في الفترة دي بالتأكيد مفيش علاقة اسرية كاملة مية في المية بس دايما نرجع ونقول فيه شعرية بسيطة جدا بين الرقابة والتدخل الزيد الصرفات الولاد وقراراتهم عشان كده حبينا الحلقة دي نحنا نديكوا اساليب كتير جدا للتربية وطبعا فيه مراحل عمرية اخطر من كده زي المراحقة وزي سن الرشد ولكن في الحلقة دي حبينا نتكلم عن الاطفال بالذكت بس اظن ان موضوع المراحقة ده الفترة دي بتبقى اصعب فترة ويعني بيع فيها مشاكل كتير جدا عشان كده بننصحكم ان انتوا تتفرجوا على استشارين اسرين يتكلموا معاكم وعلى كتب ونحب ان احنا في الحلقة من الحلقات الجاية برضو نناقش معاكم موضوع زي ده وبكده تبقى خلصت حلقتنا اعزائي المشاهدين نشوفكوا في حلقة جديدة وموضوع جديد الاسبوع اللي جاي في نفس المعاد استنونا اشتركوا في القناة